اشتركوا في القناة معكم حسين هشم وحلقة مباشرة وخاصة من برنامج اسأل الخبراء وضيفنا لليوم الاستاذ علي دهينة من شركة طب مورجيش كومباني الخبير في الكروض العقارية اليوم موضوع بغاية الأهمية أنا مبارحة عملت حلقة عنوان الحلقة كان أنه أرقام مطلقة لأول مرة بعتقد من 11 مش مذكر العنوان بالتحديد بس الفكرة العامة أنه بناء على تقرير طلع من جمعية الخبراء العقاريين في وقت المتحدة العمريكية عم بيقول أنه نازلي أسعار المنازل بشكل كبير لأول مرة من 11 سنة تقريباً وغير هيك هيدا التقريب عم بيقول أنه حتى نسبة مبيعات المنازل في الولايات المتحدة الأمريكية كمان نزلت هلأ قريت كمية كبيرة من التعليقات أنه يحسين لأ مش مظبوط أنا عايش بهذه المنطقة أنا عايش بهذه المنطقة أنتو تعرفوني أنا كتير صريح يعني فقلنا ينوت معنا الأستاذ علي دهاينا ليش الأستاذ علي دهاينا؟ ويش راح لنا هو على أرض الواقع أنا استندت على تقرير ومبارح لما حطينا هيدا الخبر قلنا لكم المصادر الخبر مثلما بنعمل عطول نحنا يعني أنتم عمودين علينا يعني قلنا لكم هيدا الخبر طالع من الناس والنازل بالوال ستريت جورنول ونازل بغيرة من الوكالات الأنباء في الولايات المتحدة الأمريكية وحطينا سكرينشوتس مثلما أنتم عمودين علي عن هيدا الموضوع فبهيدا الحلقة نحنا والأستاذ علي راح نجاوب عن عدد من الأسئلة اللي هي في غاية الأهمية بعتقد أنا هيدا الحلقة من أهم الحلقات راح نعملها نحنا وياكم أولا هل فعلا انخفطت أسعار المنازل؟ وزا إيه وين انخفضت؟ وليش العالم مش حاسين فيي أنه نزلت؟ هيدا أول شغلة تاني الشي في تغييرات مسيري للجدل أنا سميتها تخص الكروض العقارية وكنت أنا وياك عم تحدث عننا علي قبل شوي أنه بشو عم بفكروا هود اللي قرروا يعملوا هيدا التغييرات وأمت راح تبلش هيدا التغييرات؟ أيضا للأشخاص اللي هني ممعون كتير مصاري ليدفعوا دفعة أولى في برنامج عندك يا علي اللي هو بيدفعوا بس واحد بالمية واحد بالمية ده دفعة أولى وكمان بنتحدث على الأشخاص اللي حابين يكونوا يستثمروا لأول مرة بالمنازل كيف فيهن يعملوا هيدا الموضوع حلقة بغاية الأهمية محضر لكم حلقة أنا دسم كثير اليوم فشكرا لأستاذ علي لتلبية تكدعوتنا اليوم بهذه الحلقة أكيد قبل ما نبلش مع أستاذ علي نتشكل سبانسوريس تبع هذه الحلقة كل من فرنتشر سيري طاب موركيش كمباني أليسي فود ولوكجري هوم فرنتشر أستاذ علي أهلا وسهلا فيك أنا بلشت تحدث معك قبل ما نعرف على ناك أهلا وسهلا فيك ينعاد عليك بالصحة السلامة كاميرا لا كنت العادي كالعام والأنتم بالصحة والعافية للجميع أكيد اللي عيد MILших anderer وينعاد عليكم بشهر رمضان وبالعيد وإن شاء الله تكون它 أكيد الصحة والعافية إن شاء الله وبس بدي أقل الله يشفيك إلى راقوف و一個 أ associated with his own وإن شاء الله الله يشفيك إن شاء الله ومندعي لكم إن شاء الله راقوف اليال أشتعلوا بيت من خلالك من وجهون التحية من أخي يعني بس حبيت قال له الله يشفيك إن شاء الله وإن شاء الله يشفيك يا رب إن شاء الله أستاذ علي متل ما كنت عم بدي أنا فوق بالموضوع دغري اليوم أنا مباري عملت حلقة أنت كنت أنت كنت بفكيشن مبرز حضرتها للحلقة كلها بس يعني الحمدلله يعني أنه هناك كمية كتير عالم حضروها في كمين منوا نوافقوا معي بالموضوع ومنهم كتير قالوا يعني إن كانوا على تيك تاك ولا على إيستيقرام مبرز إذا كنت عدتوا إلى التعليقات بس أنا بقرأ كل التعليقات مبرز إذا بتعرفوا هيك أنا بقرأ كتير تعليقات صراحة كتير منهم قالوا لأ يا حسين يا أستاذ حسين يا حبيبنا من ورعب الجبل معلوه منهل معلوه مش مظبوط هيك يخيين نحنا بفلوريد طلعت الأسعار بميشيقين طلعت الأسعار بمنفس طلعت الأسعار بلّى شو يعدوا يعني حتى كاريفورنيا اللي هني أكتر شي عم بيقولوا نزدت فيها الأسعار عم بيقولوا إنه لأ طلعت الأسعار أنت شو لقيك بهذه الفكرة يا علي؟ هل فعلا انخفطت أسعار المنازل؟ كاميرا لأ قالك قولك هلأ هي بدي أقل كل شغلي هلأ كله بي عشان لي أنا بيطلع بقى حساب بقلولي شو صاحبك يا حساب آه إكزاج بجمل المعلومات ولا عم بيقول هيدا لبيوت ما شايفين لبيوت عم تنزل لك الأستاذ حسين عم يعطيكم معلومات وبتشكروا يعني أنا من الأشخاص اللي حضرت له للحلقة مبارح وبقدره أكيد المعلومات اللي عم يطينا أيها الإستاذ حسين عم يعطينا المعلومات اللي بتيجي دائما ثلاثت لصلكتمنتنا اللي بتوصل لعنده من خلال والسريت من خلال المعلومات يعني البرامج شركت شركة مثلا الريلوترز المعلومات اللي بيعطوه الأخبار هو عم بيجيب لكم إيها ومن بيإلخص لكم إيها وعم يعطيكم إيها الله يعطيه العافية يعني هيدا بيوخد وقت كتير ومعلومات كتير الهدف مش هون هلا نحنا على أرض الواقع والناس كتير على أرض الواقع وحتى الريل ستيت ايجينت والناس اللي عم تشتري بيوت بتقلك وين الموضوع هلا هو عم يعطوكم كأفرج من خلال الولايات كلها وكيف مسلا بكالفورنيا من خلال الولايات كلها استردتين بتشكلك على هالنقطة يعني هي ما عم بيحكوا عن ديربون او ما عم بيحكوا عن عن اورنج كاوني لاتساي بمطرح ما في عرب يعني في ديماند يعني عادة في مناطق ديماند علي اكتر من مناطق تاني يعني اوكي بتقلي مثلا بعض المناطق هلا كالفورنيا مثلا مثل ما قلت وانتي ركزت على شغلي مثلا بشهر اثنان زادت الاسعار مزبوط انا بدي اقلكم يعني ليش زادت الاسعار بالبيوت مثلا وخاصة ببعض المناطق زادت 13.75 ايه استاذ احسان تعرف انه كالفورنيا عملوا هيدا الكلفة اه ايه مزبوط عملوا هيدا البرنامج لحتى يعطوا مساعدات لحد العشرين بالمية للناس اللي بدأت تشتري بيوت ما ضاين عشر تيام 300 مليون دولار ما ضاينوا عشر تيام يعني هلأ دي ران ارف مني بعشر تيام نحن فيه ناس اللي عبينا على لون لبعض الناس وما قدروا يعني فيه فيه ناس اخدت يعني كم شخص عم بحكي شخصان ثلاثة وفيه ناس ما اخدت يعني ما قدرنا نستفيد من هالموضوع افتكرنا انه حيضاين كتير اللي تبين معنا انه فيه ناس اللي كانوا عارفين بكالفورنيا اللي كانوا عارفين بهالموضوع كانوا عم بيحطوا افر ويحطوا البرابرتي بالاسكرو قبل ما يطلع البرنامج بس طلع البرنامج قدموا عليه والشغل الغلط باللي حسيته انا غلط يعني انه ما كان عنده لمت ما كان عنده لمت بالنسبة قديش البرابرتي يعني اذا كانت بمليونين او اذا كانت بثلاثة ما كان عنده لمت قديش هي البرابرتي كان عنده لمت على الانكم بس مش على البرابرتي سو عشان هيك فيه ناس اشترت يمكن بمليونين دولار مثلا مليونين دولار بيت حطت أربعمائة ألف منها البروغرام هلأ أوكي إنه جيد بروغرام اللي قادر يستفيد منه واستفاد منه إذا اشترى برابرتي عشان هيك بتلاحظوا الضغط اللي طلع عليه وبرجع بقلكم كل الماركت اللي عم بتشوفوه هو أستاذ حسين هو عرضه الطلب مزبوط يعني الطلب اللي عم بيكون على بيوت هل في طلب كتير يعني أنا بالمناطق اللي من ستة شر ببعض مناطقنا نحن كانت لبيوت جمديني بعدين لما صارت الناس تحس رجعت قل بدأ تشتري وهلأ عم نشوف مثل قبل كوفيد يعني في شبات بيقلك 25 شوينج و60 أفرز و7 أفرز وفوق ال يعني البيوت حتى في يعني فيه ايجنس عم بيقولولي أنا ما بعرف كيف بدي يعمل الابريزل هيدا البيت هلأدي عم يطلع هلأ ببعض المناطق وفي مناطق عادية بس ككل هلأ بإخر فترة أنا باعتقد أستاذ أحسن اللي عم بيصير الناس عم توصل للأخبار يعني لما يمكن والستريت وهالأخبار يوصلوا بيكونوا بعدهم أوتداد لا هي نقطة حلوة برضو عليك لأنه انت بتعرف يعني لما هني بيقولوا هيدا التقرير تبع شهر مارس معناته هيدا هيدا الداتا اللي تلعب بيناير فبراير ومارس يعني أول ثلاثة شهر بس اللي قلتوا أنت بنفس التقرير اللي نحنا زكارنام بارح مظبوط كان في موجي بفبراير هني كان في 14 شهر هني عم بي عم بيطلع عليها يعني سوري إذا عم بيخب من وقت لا بالعكس من أصل 14 شهر اللي هني عم بيطلع عليها 13 شهر هي اللي بيوت عم تنزل هلأ مانا عم تنزل بالنسبة كتير كبيرة يعني خليني إذا تسمح لي حط الجراف أنا خليتوا عندي للجراف لحط حطه ومحطوط المصدر طبع الجراف اللي هو ناس اللي بيشهر مارس 0.9% بأميركا كلها استاذ علي يعني بدي أسألك هل بس مناطق العرب بأميركا هير مش عم تنزل لا في مناطق تانية بس اللي عم بتحسه انت يا سازح حسان لكش بدي أقلك شغلي هلأ يمكن الناس ما بتعرف انبارح انت عم تفكر فيها نحن صلنا 4 سنين من بعد كورويد اه من 2020 بلشت كورويد مارش لمارش 2019 صح تقريبا اه 2019 مزبوط صرنا 4 سنين اذا بتفكروا فيها كأنه مبارح يعني لك كيف الشغلة عم تمرو وبعدنا عم نقول من وقت كورويد لبيوت بدي ينزلوا فيه انهيار من قبل بتذكر بالقبل كورويد اه يعني أنا عم بلاحظ بالانشغلات اللي عم بتصير بس شو عم بيصير هلأ ليكم يعني أنا منكن متفاجئ وانا معكم يعني أنا يعني مسلا بيقولولي بدأ تنزل الصراحة ما فيه جاوبكن هلأ امرار بتحسوا انه حتنزل وامرار عم نقول شو هالسوق اه وهلأ فيه شغلات عم يعملوها بتقول يا عم شو عم بيصير معهم مثل هيدل بنحكي عمنا بعد جواه يعني انه انت الشغلات اللي عم تنعمل الحلو هلأ انه استاذ حسين يعني متل ما عم تطلع انت تعطي معلومات عم نطلع دغري يعني بالفيسبوك وعي الشغلات غير الالفان وثمانة هلأ بتطلع الشغل باسبوع او بلحظة عم نطلع دغري لايف عم نطلع لكم فيديو لحتى نشرح لكم هالموضوع وكيف تقدر تستفيدوا نعم بس برجع بقلكم متل ما صار يعني اي ازمة بدأت تصير بدنا نحكي لكم فيها بد يكون فيه الى حال بدون يتدخلوا تب سؤال استاذ علي يعني نحنا اللي كنا عم نشوفه بفترة كوفيد وحتى بعد فترة كوفيد بسنة تقريبا انه كان فيه يعني مثل تدخم بالاسعار كان فيه شي اسمه غير واقعية باسعار المنازل يعني البيت اللي حقه 300 كان عم بيروحه ب400 اتليست يعني انه فيه 50 الف ميت الف زيادة على سعره للبيت على الاقل هيدا الواقعية رجعت لاسعار المنازل ولا بعد فيه غير واقعية انرياليستيك بعد فيه غير واقعية بعد وغير واقعية وين باي مناطق هلا انت اسم الله عليك بامريكا كلها تقريبا باي مناطق يعني انا مثلا كنا بفلوريدا مصبو مبارح مثلا كنت عم بحكي مع ومع ناس بالمنطق يعني هلا انا حتى شفت المنطق استاذ حسين الغلق انت كن بتامبا اي يعني مثلا بسان بي ماديرا يعني عم بحكيك بالمنطق هوني انه عم تحكي انت بتامبا او بالمناطق بقلولك الاسعار يعني حتى اسعار لهلق شو الفرق بالاسعار يعني اسعار الغلق بالنسبة للجروسري اسعار الاجارات اسعار يعني عم يحكوني اجارات مثلا انه غرفتين نوم 1500 و300 دولار يعني شي بعتقد هو هيدا لمهدي الاسعار علي انا وعلي بتحدى ساكي انا هوك مهودة بعتقد هو هيدا لمهدي الاسعار انا بعتقد لمهدي الاسعار شغلتين اول شغلي انه ما فيش كتير بيوت يعني ما في كتير عرض فمين كيف وتاني شي قصت انه الاجارات يعني انت بدك ترجع وتفهم شغلي بعتقد انا اه مية بالمية عم تحكي لانه هلأ نحنا بدنا نلاحظ شو صار مثل ال2008 لحتى نزلت ال2008 لما صارت انه انا مسلا بطلع من باك دفعته 1500 شغلي اللي صارت بال2008 انه كان فيه اجزب الريت كانوا عم بيعطوا كروضة لناس كان عم بيعطوا ارم كثير اه يعني انه مسلا كان يقولوا الانترس ريت واحد بالمية بس بعد سنة الانترس ريت هتطلع سو اللي كان عم بيصير انه دفعتك 1000 دولار هلأ بعد سنة صارت 2500 دولار لاش لانه الانترس ريت طلعت قديش هي الماركيت سو كانوا عم يعطوك واحد بالمية انترس ريت ويرجع يطلعوها او كانت الانترس ريت ادجستبل يعني فكس لثلاثة سنين رجعت بعد ثلاثة سنين عملت ومعايش اقدرت تعمل لانه البيوت نزلت لانه الناس بطلت تقدر تدفع الدفعة شو عم بيصير هلأ اللي عم بيصير الناس اتعلمت اه اتعلمت من هالشغلات وعم بيشوفه بس مش معناته انه ما في مشاكل وما في ناس مش قادر تدفع الدفعة وما في ناس يعني انه في عندهم شغلات بس بعد الضقيلة هيدا النسبة حتى بنفس التقيلة عم بيقول واحد بالمية بس بشهر مارس يعني واحد من اللي اللي شفناه بشهر واحد بس الاستاذ حسين اللي عم منشوفه اللي عم منرأبه نحنا يعني هلأ الناس لاحظت انا مثلا في ناس اشترت بيوتها بالالفان وعشرين بالالفان وعشرين وعم بيتبلشت بيه هلأ يعني هادي شغلي انا عم برائبة والله يعني في شغلات انا عم برائبة لحتى تشوف شو اللي عم بيصير يمكن ما بتكون موجودة بالإعلام مشترة انا بنصحك مشترة هلأ بوقت هلبيوت حتنزل هل حتطلع انا كل اللي بنصحكن اياه انه ما تحطوا دفع أولة كبيرة هلأ لانه هلأ بدي حكي بالموضوع لاش لاش استفيدوا من هلأ اللي عم بيصير وبعدين بس نشوف شو حيصير بالماركت نزلت لبيوت ولا طلعت لانه اذا صار لون ماريفيكيشن اذا صار الشغلات فينا نرجع نستفيد منها نصبت بدي انهي نقطة اكيدي رح اخد اسئلة منكن وراح اعطي مجال لأسئلتكن يعني اسم الله بدون ما نعمل اعلان للحلقة في اكتر من 500 واحد اكتر يجي خلق هدي بدون اعلان وحطينا هتلالة لحلة هيك والله شكرا للكم وحيات الله مش مزح كنا عم بيحكي انا وعلي قبل الحلقة وشكرا للكم على هدي السئة شكرا للكم على هيدا الدعم مثلو بتعرفونا يعني بهيدي القناة يعني هي مبنية عليكم وعالشغلات اللي بتهم قضييكم نتحدث لغتكن صراحة فشكرا للكم على هيدا السئة منكبر فيها والله استاذ علي بدي انتهي من الموضوع اذا انخفضت الاسعار ايه ولا لا بدي اعطيك منطقة انا وياكم نعرف انه فيهم عرب ومن خلال الابليكيشن اللي عبيجونا عندك اكيدي مش من خلال الصورة العام حكيني عن هون ديربون ديربون هايس وحكيني عن ستيرلنغ هايس تروي وورن المناطق اللي فيها الجيلة الكلدانية نو كل الجيلات يعني حتى الجيلة الكلدانية فيها حتى به شو وضع الاسعار يعني حسن العار بعدها قوية 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 وبضغط ماش يعني بعدها قوية بضغط صح كاليفورنيا الانحايم وهايك لانو عندك مكتب هوني كينو بانحايم أورج كانتو في المناطئ بعد قوية وبعد قوية ل grandmother Wenn die Sacramento لانه فيه عرب San Francisco بعد قوية عندك والakte San Francisco سان فرانسيسكو نزلت ؟ نزلت شو لال المناطئ اللي غالي كتير يعني مثلا قالوا لي اي اسعار عم تنزل انا بقولكن اي اسعار لانه في اسعار الناس الي بدأيها المطلوب يجب ان ي tại Widget احسان الميتان وعشرين للتلاتمئة وخمسين. هيدي افريج. مصبت. يعني هيدي. مصبت. ازا بينزل بيت الميتان الف عم يطلع للميتان واربعين. مصبت. هيدي كل الناس بدي اياه. بس لبيوت الغالي مليون ونص ومليون وميتان. لانه منو افريج المنطقة عم ينزل. هيدي اللي جامد. تمام. لانه هيدي الطلب عليه لها البيوت استاذ احسان. مش كل الناس بتقدر تشتري. الاسعار اللي فوق العادة هي اللي عم تنزل. اوكي. مش الاسعار اللي واتية اللي عم يشتري. منخفضة ايه. ايه. سو هي بشكل عام بامريكا كلها البيوت اللي هي سعرها متوسط. يعني افريج. هيدي ما تأثرت كتير. بس البيوت اللي سعرها شوي غالي. صحيح. هيدي اللي تأثرت اكتر شي. طب انت كنت هلأ بفلوريدا علي بمنطقة تامبا. في عم يسألوك قبل شوي عم منطقة تامبا. شو رأيك فيها? كمان شو وضع الاسعار هونيكي. انتي كمان مبروك. فتحت المكتب ولا لا? فين ناعلن? ايه فين ناعلن. يلا قول الله. كاميرا لا لا. متل ما وعدناكم يعني إلا جاليتنا العربية بفلوريدا اكيد. متل ما وعدناكم تأخرنا عليكم شوي. وان شاء الله بكل غلايات. فتحنا بكل بتمبا باي ايريا يعني بتامبل تيرس. تامبل تيرس ايه. ايه. فتحنا المكتب موجود على 56 ستري. موجود. اه. هيدا شرع العرب ايضاوي. اكيد. ايه. ما هو فتحناه لانه شرع العرب. ايه. ايه شخص باورلندو. ايه شخص باورلندو. ايه ارلندو بعيد شوي عنكم. ساعة وربعة. صار المكتب موجود بتامبا. كل تامبا ايريا بنقدر نساعدكم هونيكي. في الاستاذ احمد. استاذ محمد شعبين. اه رقم التليفونات موجودة. هلا اذا فتو تصلوا على رقم التليفون المكتب. بعطيكم كم التليفونات. لانه بعدنا عم نجيب رقم المكتب ببتامبا. فتح المكتب هون. فتح المكتب وكل شي مبارق. يعني مبارق. ايه. ايه. عم نجيب الساين وكل هاي الشغلات ان شاء الله قريبة انو بيوصلوا. هيدا المكتب بيساعد فلوريدا كلها هيدا. هيدا بيساعد كل فلوريدا. حتى بيمشي قنا بنقدر نساعدكم. بس اللي حابب يكون يعني وجه بوجه فينا. نحنا بيحبوا يكونوا يميين face to face. اه موجود الشباب هونيك بيقدر يساعدوكم. المكتب موجود وفتح. وفتحنا بارح يعني ان شاء الله. وحننزل بيدا اللي بارك فيكم. وان شاء الله الولايات التانية. يعني ان شاء الله نيوجيرزي. كاليفورنيا. اوهايو. قريبا جدا. هلا كاليفورنيا عنا بس عم نحاول نزبط. لانه كان الناس المستلمين لكاليفورنيا. بس يعني عم نشتغل عليهم لحتى يصوروا يروحوا على المكتب اكتر ويكونوا موجودين هونيك. بس هدي هي. المكتب بفلوريدا بيتامبل تيريس بيتامبا باي اريا صار مفتوح. مفتوح. موجود هو على 56 ستريت. اكيدي منوجه تحية لخينا محمد شعبان الصديق العزيز. وايضا لخينا آدم كمان الصديق العزيز. ان شاء الله بالتوفيق. ومن احسن يعني اسم الله عليك على الشباب اللي عم تشتغل معمم من الاحسن الشباب. فنوجهنا لحلة تحية. اه كيف الوضع لقيت اللي هونيكي بيتامبل تيريس بيتامبل؟ لا والله حلوي وانا كتير عجبتني. اكي. فيه البيوت بلاشت تطلع سعرها هونيك. قالوا لي طالع سعرها بنيحل بيوت هونيك. طالع كتير من سعرها. والله. وحتى شفت يعني المدرسة الإسلامية اللي حاطينها والمدرسة العربية اللي عم بتكون موجودة. يعني المنطقة عم تكبر. اي. وانا برأيي هالمناطق حتكون. وعن جد امبسطت فيها لانه بتحس حالك. انه وان عم بتروح عم بتحس حالك في العرب الموجودة. مثلا المحلات العربية. معاش عم تحس حالها غريبة. تمام. تمام. خلينا ناخد كمية من الأسئلة استاذ علي نحن وياك. رحاول اب ما فيني انا ارجع لهذه الاسئلة اللي كانت عم يعني تنطلح من قبل المتابعين. اكيدي يمكن ما نقدر نوصل لكل الاسئلة تبعكن. بس يعني رقم التليفون طبع الاستاذ علي موجود على في اسفل الشاشة. اللي هو 248-841-400 بيمكنكم التواصل مع الاستاذ علي. وان شاء الله بيقدر يساعدكم بالولايات اللي هني بيساعدوا فيها. وهلا نرجع مذكركم بالولايات. مصر عم يسألك شو العنوان مرتاني على 10956. 10956. نورس 56. 56. 56 بيتامبل ستريد. كاسم اليوجري. عم بيقول انه قاسم بيدون عم بيسأل علي. انه حاسس سويا كأنه اسعار الاجارات نزلت عن من شهرين تلتشهر. انه ما عم بيقدر يجيب شكله رانت بالبيت متل ما كان يقدر يجيب قبل. لا انه طالب غالي يعني انه انه انت الاسعار اللي عم تحكي فيها انت كمان بدك تكون حتى الاجارات إذا كانت فوق السعر. نعم. بتقول لك الناس نسبة استأجر عم بيشتري. نعم. سو هيدا حيسوي حالي. في شغلة تاني يعني اللي عم بيصير انه بلاك راك اللي هي من الشرك الكبار اللي كمان حطت واحد وثلاثين مليار دولار لحتى تشتري مليار دولار. نعم. من الريزيدانشو. سو حنشوف هالشغلة كرمال هني لنشوف اذا حتأثر. بس الاجارات هي شوي غالي فوق الطاقة يعني عشان هيك بيعطيها حتنزل شوي. نعم. وان شاء الله تنزل اكتر يعني اكيد. تمام. اه نديم ان شاء الله بنوصل للاستاذة. يعني نديم عم بيقوله صار متصل مرتين حابين الحكومات. لا استاذة يعني انا الصراحة بدي حكي بهالموضوع كمان. اوكي. عم يجينا ضغط اتصالات يعني فوق العادي. والحمد الله عم نقدر نساعد اكبر عدد ممكن. اكيد عم يعطوكم اربع وعشرين ساعة وثمانة واربين ساعة ليتصلوا. بس الشغلة اللي بدي يقولها لكل الناس يعني انه كل اللي بي بدي يتصل بدي يحكي معي شخصيا. اي. يعني يعني انا بدي اقول. انا عندي تقريبا عشر اشخاص مميزين بيساعدوكم شو ما كان. لما عم يغضوا المعلومات والاسئلة اللي يقولكم. عم يوصلوا لعندي ويحكوا معكم. يعني يعني بيجي بيسألوني السؤال وانا بجاوبكم. الاحتراما لكل شخص. يعني لما بيكون عندي موعد مثلا وشخص عندي بالمكتب. لما بيتصل مثلا بيقولوا انت بدك تحكي مع الاستاذ علي شخصيا. انا الصراحة احتراما للشخص. او على التليفون. لانه بدي اعطي كل شخص وقته. يعني ازا عم بيحكي مع كل شخص نص ساعة. عم بيحكي لي مع اشخاص كتير. اه. على التليفون. بس بيفضلوا شخصيا. يعني. حتى اللي عندي مسلا بالمكتب بيقولولي مسلا بدي نيحكوا معك شخصيا. اه. والهدف انه انا والله حابب بيحكي مع الكل. بس قدرتي هالقد. ملاحة لحقة اطلحة. يعني ما عم بيعلم. في فريق معك اسم الله. عشان هيك الفريق الموجود معي. عم ياخدوا معلوماتكم. عم بيقدر يساعدوكم. وعندهم الخبرة لنقدر نساعد اكبر عدد ممكن. هلا. وانا حابب احكي معكم. بس ياخدوا المعلومات اللي لكم. وياخدوا الدياتا اللي هي بتاخد شوية وقت. بيجوا لعندي وانا بيكمش التليفون وباتصل فيكن وبسلم عليكم. وان شاء الله وبقولك شو بقدر ساعدكم. حابب يقولك. طبعا بنا نحكي معك لانه طريقة شرحك افضل. خلص. اجيبوك جولة خلص. اوكي هلا قدير. اذا ما كنت تحكم معي دي راكلي انا كلها بكنت تصبروا علي. يعني انا اذا مأثر معكم شخصيا باعتزر منكم يعني هل قدي قدرتي بس حابب احكي مع الكل. اكيد. عشان هيك لما بياخدوا المعلومات منكم بس لانه يعني انا باكيد بوجودكن وبمساعدتكن عم نكبر. اكيد. وبدي حابب ساعد اكبر عدد ممكن. اكيد بدي ايكم تصبروا علي شوي. اذا في مجال ان شاء الله. لحتى نساعد بعض ان شاء الله به الموضوع. بالنسبة لابو حسن رقم الهاتف تابع تامبا دقوا عن رقم اللي حاطينه نحنا على الشاشة اللي هو 248-841-400. هن بيوصلوكم بتامبا مضبوط عليه. هو الهدف هنوصلكم بالشباب بتامبا بس حاببين يكون المكتب رقم المكتب. يعني اذا بدي عطيكم رقم السيل فون للشاب هو هنعطيكم اياه ان شاء الله. وبيبلش يتصل وبيبلش يتصل فيكن وبيعطوكم الموعيد ان شاء الله لحتى تكونوا. علي احمد عم يسألك هل توجد كرود يعني بتساعدوا بولية كولورادو. كولورادو منساعد استاذ احمد. كنتيكات. كناريكات اخدنا اللايسن كمان بنقدر نساعد. مسيش يورس. انا عم يسألك يعني نور عم تسألك. اخدنا اخدنا اللايسن كمان بمسيش. اقول مسيش يورس يا علي. لا. اخدنا بحطي على اسمار. اه مية عم تسألك علي انه هي بزبوط ما حد عم يقدر يشتري النسبة الفائدة عالية. شو راكباني. لا ما انه مزبوط هالحاجي. هلا انا بدي يقولكن شغلي بالنسبة. انا قصادي اصلت على تقه السؤال. اه. سو الانترس ريت انتو شايفينها عالية. يعني اذا هتفرق معكم الانترس ريت هتفرق معكم بين الميتان وثلاثمئة ميت دولار بالدفعة. اه حسب قديش البات. يعني عم بحكي عثلاثمئة الف هتفرق معكم ميت الف ميت دولار او ميتان دولار بالدفعة. اذا كانت كل واحد بالمية. يعني هلا عم بعمل الحسابات انا. على ميتان وخمسين الف او تلاثمئة الف. اذا كانت الانترس ريت على على تلاثمئة وثمانين الف. هلا كنت عم بعمل لون. تلاثمئة وستين الف. اذا كانت الانترس ريت ستة ونص بالمية. او ستة بالمية. عم تفرق مية دولار. او سبعة بالمية. له ستة بالمية عم تفرق ميتان دولار. يعني كل واحد بالمية عم تفرق ميتان دولار بالدفع. اذا احنا قادرين نتحمل ميتان دولار لمدة سنة او سنتين. انا هللي بنصحكن اياه. هلأ بعدين هترجع تنزل الانترسيت. وانا متأكد من هالموضوع. الانترسيت والفادي ما هتبقى هالقد. يعني من اعلى ما شايفينا. وهدي منة عادية. اللي قادر يتحمل سنة او سنتين الانترسيت متل ما هي هلأ. يقدر يستفيد من هالموضوع. لبعدين هيرجع ينعمل ريفايننس. وانا اكيد اللي بيط هترجع تطلع بعد ما ينعمل ريفايننس. تمام. استاذ علي بيسألك سؤاله كتير مهم من لولي عم تسألك. بيت فولكلوجر. كيف ممكن الاحتفاظ فيه للبيت من هي سنجل مام. هل تتفق مع البنك او افضل تركه للبنك كون عليه ديني كبير. هذا سؤال كتير مهم. يعني انا اصلاح سألتك. هذا من الاسئلة اللي انا اي شخص متأخر على الدفع وصار على الفولكلوجر. ما تخلوا البيت يروح للبنك. سوء انت ما تنصح تخلي البيت يروح للبنك. انا بقدر ساعدكن بعدة شغلات وبرامج يعني فيه برامج ببعض المناطق اللي حتى يقدر يساعدو. يعني اذا انت البيت حتى اذا ما بدك اياه للبيت حتى منخلي البنك يدفع لكم مصاري لما بكن تتركوه. يعني اذا نويين تتركوه للبيت خلينا نستفيد البنك يعطوكن بس ما تتركو البيت يروح وما تستفيدو بشي. هادي الشغلة. اذا ما قدرتكن تدفعهم يعني فيه عدة طرق والحلو بامريكا انه يتصل فينا ومنقدر نساعدك. سلولي حكي مع علي وانشاء الله بيقدر يساعدك. بس ما تخلي بيتك يروح للبنك هيك بدون ما انت يعني. واي ولايات يعني حتى بكل ولايات امريكا مش ضروري الولايات اللي عنا يعني اي شخص بأي ولاي عم يخسر بيته او مأخر عبيته وحيروح فلوكلوجر او ما بدو اياه اذا ما بدو اياه للبيت او بدو اياه يحكي معنا لنقدر نساعدكم ببرامج. اللي ما بدو اياه للبيت فيه طريقة تقدر تستفيدوا بمساري واللي بدو اياه للبيت فيه برامج منقدر نساعدكم فيه. المرح محمد عندما تسألك عن نيو جيرزي علي بتساعدكم. نيو جيرزي اخدنا اللايسن بيركوننا كمان قريبة. بنا نطلع مع الاستاذ احساني ان شاء الله يمكن بماء. كمان دايفيد عم يسألك عن عايز اكلم الاستاذ علي ضروري انا عايزان اشتري بيت. اعا بدو يعرف شو المطلوب منه. هو حابب يشتري بيت وعايزك ضروري. يعني استاذ دايفيد هاو الشغلات اللي انا كنت عم بحكي فيها. يعني انا اللي التيم اللي عندي الشباب اللي عندي او الصبايا اللي عندي بيقدر يساعدوكم بالشغلات اللي عايزين او شو المطلوب. اكيد انا بدي احكي معكن شخص يعني بس يخدد شغلات اللي بدك اياها لازم يكون عندك حسب اذا انت W2 او 1099. يعني انت self-employed ولا W2. دايما اعمال سنتين تاكسز لو ما بيحاجي للسنتين. يعني يمكن يكون بيحاجي لسنة واحدة استعملوا سنة واحدة تاكسز او سنتين. جهزوا سنتين تاكسز بدك driver's license والsocial security card واذا بتقبط W2 بدك pay stop اخر 30 يوم. يعني اذا انتوا هول بتجهزوا الاوراق ساعتها نحنا بنقدر نساعدكم بس اي شخص بس تتصلوا فينا وعم ياخدوا الطلب منكن حيعرفوا شو طلب الاجزاكلي اللي بدوا اياها. يعني بس يسألوك الاسئلة قديس سالك عاي بهذه الشغلة وقديس سالك. بيطلبوا الاوراق لانه كل قصة وكل شخص غير عن التاني. يعني ما في ملف مثل التاني. عشان هيك كل شخص منطلب اوراق غير عن التاني. اذا بتتصلوا فينا من الكن. يعني انا بقلو يعني كل وقت ما في قصة مثل قصة التاني. ما صبت. القصة دايما بتختلف بين شخص وشخص. عالبي انديانا بتساعده هنا عن تسألوك؟ انديانا اخذنا الليسين يا هنا. يعني تقريبا لكو يعني في الولايات كتير سلنا اخذين الليسين. بنسلفينيا انديانا. اللينويز. اوهايو ويسكنسل. مينيسورا اكيد عنا مكتب. كالورادو ايوة. انا كاليفونيا. فلوريدا. تاكساس نيو جيرزي. فرجينيا. بدي اخوص. لازم تكتبون ايه. لازم اكتسر. كنريكيت وعند باستن يعني باستن 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 صحيح مع الخبر. عشان بتقول باستن. لانو اسهل لأقول. اينا. عم باعتذر منكن مش قصدي يعني عندي. انتو مش غلط تدقوا باسألو. لك سؤال وين في مكاتب هلا. في انتو عنكن ليسن. المطرح ما فيه ليسن. لاننا ليسنزين بكل هالولايات يعني لو عنا مكتب وما عنا مكتب بنقدر نساعدكن. بس عم نحاول لانو انا بعرف من خلال. لويزيانا. بحب لويزيانا لا والله ما عنده ليسن. هلا بدي اقولكن الصراحة. ازا ما فيه جيلية عربية كبيرة وما فيه مناطق كبيرة يعني اقدر استفيد. لانو عن جد الرخصة والليسن بيكلف كتير. ازا ما فيه مناطق وانا حكون فيد الجيلية بالمناطق الولايات اللي هي موجودة ما عم بياخد الليسن. ازا انتو بتقولوا فيه فيه جيلية كبيرة وفيه ليسن تقدروا تساعدوني لنكبر بهالليسن بهالولاية انا يعني من الاشخاص اللي عم بيخدر. ترحلة. عرفت كيف يعني انا ما بدي اخد لايسنس بولايات ما نستفيد الجيلية فيها وما تستفيد الجيلية او اي شخص. تمام. اه بدي اخد بريك انا اتأخرت كتير على البريك بس بدي اخد تعليق من عدنان عدنان بايدون بيقول نحنا حسين من الناس التي نبني استراتيجية عملنا بالاعتماد على برامجك المفيدة جدا. يعني هاي دي كتير كبير. عدنان بزبوط. شكرا لك يا عدنان. يعني انا بفتخر في الموضوع. نفس التريفون لكل الاخوان اللي عم يحدرونا بأي ولاية موجودين انتو نفس التريفون هو بتدقوا على 248-841-400 وان شاء الله الاستاذ علي بيقدر يساعدكم وبيقدر انه يعني يساعدكم. بالنسبة لأوهايو علي قلت انت كليفلند بغ تفتح مكتب؟ كليفلند فتحنا المكتب يعني بس عم بيجهزوا يعني اللي بمقول عم نفتح المكتب يعني المكتب اخدناه مداينا الليسن مداينا الليس بس عم منجهزوا يعني انه دهان والطاولات وهكذا. بكليفلند. بكليفلند. نايس. هلأ ولايات تانية برجع بقول انا اي ولاية اي شخص ولا مورجج ولا 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 محاسب ولا حابب يشتغل بالمورجج يتوصلنا. بالمجال الكرودي العكارية ونحنا منساعده بالترينينج وبالمساعدات لحتى يكون معنا حابب يكون معتاب مورجج عم نحنا منساعد اكبر عدد ممكن اريزونا قريبا جدا لانه لعيدنا شخصي يكون موجود هونيكي لحتى نفتح مكتب اريزونا. وفي ولايات مطلوبة يعني حتى مزوري ولافادا. هل اريزونا اللي حكى معك لما كنا live هذيك المرة؟ ايوه ماجد مغادا هو مجال. بس حابب يكون معنا إن شاء الله. وشب كتير يعني بنعمل انتروفيو معكم وأكيد بدنا نساعد اكبر عدد متل ما قلتلكون. بالنسبة للخدمات والمساعدات اللي عم نساعدهم صدقوني الخبرة موجودة لحتى نساعد اكبر عدد ممكن. بتتفاجأ وعم يتفاجأوا ناس كتير انه ما كانوا بيحلموا يشتروا بات إذا كان عنده جاي على الأسايلام ما صلوا سنتين هون بأمريكا عم يشتري بات اللي صلوا يعني ما قلوا فترة طويلة مثلا بأمريكا بيقدر يشتري بات لو إجي وراء يعني شو ما يكون قصتك شو ما يكون هذا قصتك محلولي أنا عملها يعني قصتك محلولي لأنه السلوجن اللي إنه لأنه عن جد عم ما قدر نساعد سؤالين بشكل سريع اخد سؤال روح على البريك عم تسألك إنه كيف هي تشتري بات بس بيغير ولاية إذا أنت بأي ولاية مثلا إذا كنتوا بميشيغن في أي شخص يشتري بولاية تاني يعني إنت مثلا بأي ولاية بأمريكا بالخمسين ولاية يتسأل حسين بميشيغن بدي أشتري بفلوريدا فيك عادة في 10% و20% حسب الكردت وحسب الانكم إذا بدك تعمليه باكيشن هوم إنه بدك تروحي باكيشن بلولو ساكند هوم ولا باكيشن تعملوا تتأجروا هذي الشغل اللي نحنا يعني بدنا نعملها تمام مكتب بفلوريدا يا أبو أركان موجود بيتامبل تيريس بيتامبل تيريس على 10956 56 ستريت تمام إن شاء الله علي بيرد على الكومنت أو شيء بيحطوكنا إن شاء الله بس تخلص الحلقة حارد على كل يكون أي كامس موجودة حارد عليها من خلال صفحة طاب مورجج إن شاء الله أكيد يتابعوا طاب مورجج كمان بالنسبة لأخواننا علو نجال أنا اكتسبت خبراتك كتير من برنامجك نفتخب بمصداقيتك شكرا يا علو أبو عاهد عيدكم سعيد نشكركم بإهتمامكم كبير بشؤون الجالية العربية في هذا البلد لا واجبنا هيدا إخواننا أنا تأخرت على البريك خذوني أخذ أول بريك بحلقتنا البريك تبعنا متنعوضين علينا أقل من ديئة بعد البريك بس نرجع بلا نحكي عن كيف فيكن تشتروا بيت بس تدفعوا واحد بالمية داون بايمت علي دهيني هيدا واحد بالمية بس بتدفعوا دفعة أولى وبتشتروا بيت اللي حابب يعرف التفاصيل انتظرونا بعد الإعلان حابب تشتري بيت وعم بتدور عميني ساعدك؟ كنت عامل بانكربسي أو عندك لو كريدت سكور جاي على البلد جديد أو دخلك محدود لا تفكر ولا تحتار لك المشكلة وإلها حال خصوصا مع خبير القرود العقارية علي دهيني خبرة ودقة ومزدقية وبالنهاية ما بتلاقي إلا قردك معك ومفتاح بيتك بجيبتك لا تفكر ولا تحتار عن فرنيتر سيتي أحلى خيار تشكيلي واسعة من أفضل وأشيك المفروشات وعروض موسمية بالإضافة لكتير من الهدايا والمفاجآت التوصيل والتركيب مجاني ودفع بالتأصيد زورونا في فرعنا الوحيد العنوان 27175 Cherry Hair Road in Kister هاتف 313-395-2253 تحياتنا لكم مرتاني متابعيننا معكم حسين هاشم من قناة التاشو الأخبار مجددا وبرنامج أسأل الخبراء وضيفنا لهذه الحلقة الأستاذ علي دهيني من Top Mortgage Company أكيد منتمنى منكم بعملوا شير الحلقة على أوسع نطاق بعرف هذه المعلومات في كثير بعدة الولايات من الجريات العربية والكريدانية يحبوا يسمعوا هذه المعلومات ويستفيدوا مننا فأنتمنى منكم تعملوا مشاركة لهذا الفيديو على أوسع نطاق تعملوا تاج لأشخاص لحتى يحضرونها وما تنسوا دائما تعملوا لنا لايك وفولو على فيسبوك، انستجرام، تويتر وتيك تاك والسابسكرايب على يوتيوب لتقدروا دائما تحضروا هذه البرامج المفيدة جدا ممكن برامج الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية أستاذ علي بننجح لألك ما بديش أخذ كتير وقت أنا عبحاول أبما فيك خليق أنت اللي تحكي اليوم بالنسبة للك كنا عبنحكي قبل مروع الإعلان أنه فيه برنامج من خلاله فيك تشتريه بتدفع بس واحد بالمية دفع أولو صحيح طيب إلك الكاميرا يا أستاذ علي مثل العادي هلأ أكيد لما البنوكي أنا بقوله لما البنوكي تعمل كومبي لما يصوروا هني يتنافسوا يتنافسوا بيستفيد دائما زبون سو هلأ مثلا طلع شركة بانك أنه عم يعلن أنه بيقدر يساعد ناس كتير أكيد لازم يكون الانكم محدود لإلن بيقدر يساعد بيعطوهن بتاخدوا واحد بالمية دا هلأ أكيد بعض المناطق ما بيمشي معهن وبعض المناطق بيمشي حسب الانكم عداش الانكم هيدا البروغرام عملوه وأنا بقول الصراحة يعني بدي أحكي بالموضوع لأنه أكيد انتشر بكتير وأنا من الأشخاص اللي عملت فيديو لإله هيدا البنك بيعطي مساعدات لحد الأربعة تلف دولار يعني هو إذا أنت عم تشتري بات الميتان ألف هيدا الهدف لأنه نحن أقلنا واحد بالمية للميتان ألف إذا أنت عم تشتري بات بأربعمائة مئة ألف يعني عم يعطوك واحد بالمية يعني عم تدفع اثنان بالمية الهدف هو أنه أنت بس ولك تشتري بات بتشتري ثلاثة بالمية دا إذا كنت أول فيك تدفع ثلاثة بالمية دا بتشتري بات وهيدي المساعدات بتساعدك على لحد الأربعة تلف أو الست تلف وخمسمية تقريبا نعم حسب بتصير هو اثنان بالمية هي المساعدات من هذا البنك لحتى تقدر تشتري بات بواحد بالمية دا ساعدنا أشخاص منه فيه ناس بيوفقوا له عليهم وفيه ناس الانكم اللي يقولهم ما بيسمح لهم مش معناتها ما فيه مساعدات تانية من قدر نساعدون بس هيدا البروغرام بيقولوله واحد بالمية دا للأشخاص اللي بيقدر يستفيدوا يعني أي شيء وما بتدفعوها باك يعني هول مصاري بيعطوكن إيوهن ما بتدفعوها باك مش متل بعض المساعدات اللي بيعطوها مثلا الولايات أو المؤاطعات بيعطوها لازم تدفعوها بعد خمس سنين أو إذا ما عملتوا ريفايننس أو متل هيدا البروغرام اللي عملوه كالوفونيا هيدا حترجعو تدفع المصاري باك مع عشرين بالمية بالربح اللي ربحتوه سو هيدا الشغلات اللي هي انتو بتشوفوه هيدا البروغرام من بنك هو عم يعرض خدماته لحتى ياخد طلب وياخد طلبات كتير للناس لأنه خفت الطلبات يعني اللي عم بيصير استاذ حسين هيدا البنك مثل أي شركة يعني لما بيكون مثلا عنده نقصه بدي حاول يجيب بزنس بيعطي بروغرامات أو بيعمل سباشال لحتى يفوت الناس هيدا البروغرام العمل من بنك لحتى يجيب أكثر عدد ويجيب أبليكيشن واستفيده يعني اللي بيقدر يستفيد منه هالبروغرام ل district هم يسألوك هيدا لكل الولايات لكل الولايات سو ما في ولاية محددة لا ما في ولاية محددة لازم الانكم يكون محدود شو يعني الانكم يكون محدود يعني يعني في عنكن هو مش لكل الناس اللي بتعمل plan يعني اذا كان الانكام فوق 72 الف ما بتستفيدوا من هالبرجرام. إذا كان الإنكاو اللي أقل من 72 ألف ولازم تعملوا كوالفاي. تمام. لهالموضوع. سو استاذ علي يعني 1% هالي داون بايمنت ولا شو قصة؟ كنت عم تقولون تا جرانت ومش لازم تدفعوا. هوا داون بايمنت هنه بيعطوك 2 بالمية داون بايمنت. 2 بالمية داون بايمنت؟ 2 بالمية بيعطوكن 2 بالمية داون بايمنت أو يعني لحد الـ 4000 أو أكتر شوي. يعني لـ 2 بالمية داون بايمنت اللي بيعطوكن ايه. تمام. اه. وهيدا شو بس بيقولك بchioلك بدك يعني يعني انه يستفيدو منها؟ بس يتوصلوا فين ما هو بس يتوصل بيقول بس ة بدينا الـ 1 بالمية بروغرام. بناخد المعلمات اللي ي Ragún. اكيد. هلا إذا ما مش هو الحال الـ 1 بالمية بروغرام اللي هو هو اسموا البرنامج عم يسكنها. هو اسموا 1 بالمية بروغرام. هو تونجون ها. ها وיח اه وعا. اه عادي كونجونجونال لون عادي. هو بروغرام Introductional. انتو بتعرفوا الـ conventional loan فيكن تروحوا 3% داون لتشتروبات. سوهيدا الـ conventional هو ازا انتو. بس هيدا البنك عامل الـ special انو بيعطي 2% يعني down. بيعطي 2% back للكلاينت. يعني بدل ما تحط 3% عم بتحطوا 1% سوهيدا regular loan هو conventional loan. ما انو لون special غير. بس هيدا البنك عامل عروضات متل ما بيقولو special. وعم يعطي 2% down. متل ما لاحظته هلأ يعني انا بدي حكي بالتفاصيل اكتر citizen bank او بعد البنوكي وحتى apple اللي عم بتشوفوه هلأ ازا بتحطوا 50 الف عم يعطوا 5% انا قلت امبارح بالحلقة واتفاجأت كنت عم بعمل وزجاة مصاري هديك الجمعة والاجهة اللي عندي المانجر بتعرفني هي فان كيف قلت الحسين ازا بدك جمعة سابت احد نحنا عاملين ازا بتجيب 50 الف واللي انا مش صدامني انه عم بيعطوا 5% صدامني انه ما بيجمدوا المصريات بيضلوا المصريات انه ماشيين فيك تسحابوا. صحيح. وفي كتير نس حطت مصاري. اه. وفي حتى يعني فيه couple بنوكي. حتى apple هلأ عم تحكي يعني apple وفروا واحد بالمية. وما بياخدوا شروط لانه لما عم بيجيبوا مصاري ال government عنده نشروط لازم يتبعوها. نزبوط. بس لما انتو تحطوا مصاري معنات صار فيه مصاري انتو عم تعطوها للبنك. هادي بيقدروا هني بيروحوا بيعملوا مونات او بيعملوا كروضة لاشخاص على سبعة بالمية او ستة ونص بالمية. يعني هني اذا عم يعطوكم اربعة بالمية عم يعملوا ثلاثة بالمية بمصرياتكن. يعني ما تفتكروا البنك ما عم يستفيد. انتو بتستفيدوا والبنك بيستفيدوا. الفكرة اللي بدي وصلكم ايها انه فيه specials بيصير للناس لحتى يقدر يساعدوكنو. مش معناتها انه they trying to trick you او عم بيحاولوا يعرفت كيف يعملوا شغلات. فيه ماركة. يعني هو لانه يعني هيدا البنك عم بيحاول يجيب كروضة. يعني عم بيحاول يجيب لونات لالو لحتى العالم تشتري. وبتقوم بقدر ساعد كله بعطيكم اتنين بالمية. طيب بشكل عام استاذ علي يعني هو انت واحد بالمية. انت الابتو ميتان الف. وبس تطلع فوق الميتان الف. يعني تسيصر اربعمائة الف حقودة. يعني واحد بالمية. يعني كل ميتان الف واحد بالمية. كل هي اربعة تأهية تقريبا النقطة اللي هني عم حسبوقة الفان دولار. اوكي. يعني في عندك الفان وخمسمائة دولار. يعني الفان الفان وخمسمائة. يعني هي اول نقطة الفان. تاني اربعة تلاف. اه. سو هن اتنين برساق تقريبا اربعة تلاف. طبع. هول هن بيعطون اه تقريبا. اذا خلينا اقول عم تشتري باك بثلاثمائة وخمسين يعني معنات عم تحط واحد ونصف بالمية. تمام. يعني حلوة بس ننوضح هيدا الفكرة لها. اه. طب خارج هيدا البرنامج. اه. شو هن الخيارات الموجودة للعالم للدفع الاولى. يعني في شي بلا دفع الاولى بالمرة. ولا معاش في منه هيدا. فيه بروغرامات شو ما تكون يعني. بس حسب كل شي استاذ حسين انا بقولهم. يعني مثلا اذا بميشيغن فيه بروغرامات لتساعد مش دا مثلا. بتقدر تساعد. فيه بمينيسوتا بعرف انا كل ولاية وكل مدينة عندهم وكل مؤاطع عندهم مساعدات. بفلوريدا بعد. كالفونيا عرضوا مساعدات المصاري. اوكي. عم تخلص المصاري. اوكي. لما عم بيقدموا علي مسلا خليهوا نقول بميشيغن. يكونوا حاطين بجت. بجت. وبتخلص البجت. كل ما نقدم علي بيقولولك خلصة البجت. ايه. بس دايما نحنا بس نقدم منقلهم من الاول. منقدم علي منقلهم خلص المصاري. يمكن يكون موجود. يمكن بس نسكر بعد شهر ترجع المصاري. اوكي. عرفت علي. بس عشان هيك نحنا ما منركز علي كتير. اذا موجودة منساعد. انما انا موجودة ما منساعد. بس انتو بشكل عام يعني في ثلاثة ونص بالمية في خمسة بالمية في عشرة. هي عادة في ثلاثة بالمية. اوكي. ثلاثة بالمية فيك تروح. طيب. في عندك افت شي ثلاثة ونص بالمية. اوكي. بيرجع خمسة بالمية عشرة حسب انتش بتطلط. بس هي انت يمكن كل ما دفعت احلى يعني كل ما دفعت داون بيمت كل ما كانت احلى. ولا هلأ غيروا الارول هلأ. هلأ انا انا عملت شغلية. يعني انا كنت عم بحكي استاذ حسين قبل. ايه تفضل. انا كنت تقول قبل ما تصر الواحد بالمية. وانا كنت بتوكي عشغلاتي تصير. وانا برجع بقلكن. يعني كل ما عم بيصير فيه وكل ما عم بيصير شغلات وقوانيني جديدة عم نطلع فيها ضغري عم نقلكن عمنا اياه لايف. اياه عم نقلكن اياها فيديوهات. اكيد عصفحتنا على الاستاذ حسين يعني نحن نحط الصفحة طبعا. الهول اللي عم بيصير عنا نحن بالنسبة لهالموضوع انه البنوكي شو عم يعملو. بيجي مثلا لعنا هلأ بيقلنا. يعني بديوصل الفكرة. انا اخد وقتها. ايه. بالنسبة لهذه البروغرامات. انا عم بانصح ما تروحوا دفعة اولى. السبب هلأ قلولي وانا برجع بقلكن في ناس بتيجي ضدك في ناس معي. انا عم بعطيكم رأيي شخصي. مش معناته هيدا الرأي اللي تمشوا. انا بعمل اللي بكن بالنسبة للكروض العكارية. الرأيي شخصي انا ليش ما بتحط دفعة اولى. انا برأيي خلي مصرياتك وخاصة اللي معه مثلا بيقلي انا مثلا بتدفع عشرة بالمية. او اذا عم يشتري بيت. عم بحط بدل يحط خمسة بالمية. عشرين الف او خمسين الف. دايما خلي مصاري زيادة معك. نحنا منقول لقرشك الاسود. خبي خرشك الابيض ليومك الاسود. ليومك الاسود. السبب. لانه هلأ نحنا ما عارفين الماركت لو الرايح. وانا منهم يعني. نحنا بنقول مثلا عنا الخبرة عم الرائب بس ما بنعرف ستة شهر لبعدين لسنة لبعدين شو عم بيصير. ما حدا بيعرف. يعني حتى اللي بالحكومة ما بيعرف. نصبا. عشان هيك نحنا ما عم نعطيكم. عم نعطيكم لمدة هلأ فترة قصيرة. شو عم بيصير بالماركت. ومنهم انا ما بعرف. لانه الماركت اللي عم شوفه عم يتغير بشهر وبشهرين. يعني هديك الشهر كنت عم بقول بيوت جمدت. شهر اللي بعده صارت الاسعاد. عم بقول شو عم بيصير. يعني حتى الريل استيت ايتجا. يعني الناس اللي عم نشتغل فيهم. شو عم بيصير بالماركت. يعني بنقول مجنون عن جد مجنون الماركت. اللي بدي يقولكن إياه أنا. ليش بكن انتو توصلوا لمرحلة. وتحطوا كل مصرياتكم ببيوتكم. المصاري بالبيت إذا حطيتوهن. معناه ما حتقدروا تجيبوهن. إذا حاصة إذا حطيتو عشرين بالمية. غير إذا طلع البيوت. طلعت لفترة طويلة. وبدك تعمل ريفة ناس. أو بدك تبيع البيت. أنا نصيحتي. متل ما كأنك بدك تستأجر بيت. يعني إذا عم تشتري بيتين بـ 52 ألف و 300 ألف. أو بكاليفورنيا. حسب المنطقة قديش. روح بأكل شي ممكن. خلي المصاري معك. خلينا نشوف شو هيصير بعد ستة شهور للسنة. هلأ أكيد الدفع هتكون زيادة أكتر. شوي. لمدة سنة. كل عشر تلاف. كل عشر تلاف بتزيد عندكم ستين دولار بالشهر. هلأ أكيد. ستين دولار على خمسين. يعني إذا عم تدفع خمسين ألف. معناتها 300 دولار. هلأ في ناس بتقولك أنا بوفر 300 دولار بالشهر. وبدفع خمسين ألف. أكيد هيدا رأيك الشخصي. بس أنا عم بعطيك فكرتي. وفهمني بس ما وظبوط. إذا خليت المصاري على جنب. لمدة سنة. لو زيادت دفعتك 300 دولار. معناتها 3000 دولار بالسنة أو 3600 دولار بالسنة. لمدة سنتين. هو 6600 أو 6700 أو عفوا. 7200. أنا الهدف اللي عم بقلكون إياه أنا. إذا أنتم خليين مصاري. خلينا نقول نزلة البيوت. نزلة البيوت. خلينا نقول 10% متل ما عم بيصير. هلأ 10% إذا أنت مشتري بيتك 500 ألف. 10% عم تحكي أنت. 50 ألف. يعني أنت لش بدك تحط 50 ألف أنت مثلا. أو إذا يعني تنزل الأكوتي. أنت بتخلي المصاري على جنب. بس تنزل البيوت ساعتها أنت بتحكي مع البنك. يمكن يعملوا موريفيكيشن مثل ما عم يعملوا. يمكن يعملوا شغلات تقدر تنزل الأسعار كلها. بس الهدف اللي عم بوصلكم إياه أنا. أنه خلي وقتكم. ما بنعرف هلأ شو عم بيصير القصة. خلينا نشوف شو حيصير. لحتى يتغير الماركت. أنا طولت عليكم بهالماركت. بس تنزل الانترسيت. لما تنزل بتجيبوا هالمصاري. بتحطوهم دفعة واحدة. ومنعملكم ريكاز. ما بيكلفكم شي. البنك بيرجع بيعمل ريكالكوليك للانترسيت. أو بتعملوا ريكالكوليك. وبتوطوا الانترسيت. وبتوطوا الدفعة. ساعتها بتكونوا شفتوا شو صار بالماركت. وشو هيصير بعدا. بتشكركم. أنا عينوة. أخذت وادي كتير لكم. أنا ما حبيت اقترك. أنا حبيتك تكمل الترين افصاد. طبعا. شو أنا لحظتك قلت علي بنعملكم ريكاست. ما قلت ريفايننس. نو ريكاست أو ريفايننس. إذا كانت الانترسيت واتي السازة حسين. لفه اللي ومده. هلأ الانترسيت عالي. بس تعمل ريفايننس. قديش الانترسيت تقريبا هلأ اليوم؟ هلأ تقريبا لك فيك تجيب أربعة ونسب المية. بس كل شي بحقه. يعني أنا لما بوع بقول لنا. مثلا الناس فيه. فيه أربعة ونسب المية. فيه ناس بتقول لي قديش أكتر شيء أقل شيء. أربعة ونسبة كتجيب. بس بلاك تدفع حقه. تدفع بوينت شو. يعني هلأ معاش قللك شو. لأنه أنا بأجيب قللك تعشف الانترسيت. وانت نقق اللي بدك. يعني أنا عم بعطي الانترسيت للأشخاص. عم بعطيين الانترسيت. بفرجيهم بالماركت شو هي كل يوم بيومو. وهن ينقوا بس تعمل لك إلا كعمل لك ولا ما تعمل لك. بسم الله. أكيد ما تنسوا يعني هذي الحلقة راح تضلية موجودة على فيسبوك. فيكن ترجعوا لألة بأي وقت بدكنية. أيضا موجودة على يوتيوب. كمان فيكن ترجعوا لألة بأي وقت بدكنية. بعرف كتر الأشخاص بيجعب يحضروا الحلقة. بس تخلص. في منكم بيحبوا يرجعوا يحضروا الحلقة كمصدر. فما تنسوا تعملوا لشير للحلقة. أيضا لمنو امتبعنا لمنو عمل لايك وفولو على فيسبوك وإنستجرام وتويتر وتيك تاك. أرجو اعملوا لايك وفولو. مجانا اللايك والفولو. والمنو عمل سبسكرايب على يوتيوب كمان. أرجو اعملوا سبسكرايب على يوتيوب. لأنه هاي دي البرامج دائما نحنا بنعملها بشكل مستمر. خليه يصلكم المعلومات لما نحنا نطلع لايف. خلينا ناخد شوية أسئلة علي. هقول علينا أنه. هني كمية كتير يبدي من أسئلة. بدي رجع تذر منكم. أكيداً رح نقدر نوصل لكل سؤال. هارجع أنا جاوبكم. صلى الله أستاذ علي بحال. هاشيه هلأ شوية بعد البريك إن شاء الله. يعني بعد وشر برد على كل الأسئلة إن شاء الله. تمام. أمال عم تسألة. ديش بكلف الريفايننس بعد نزول الفائد؟ هلأ هاي دي شغلي اللي بدي أعلكم إياها. وبتستفيدوا منها. اللي عم بيصير هلأ. عم يعملوا ريبالد للنيو ريفايننس بوم. يعني لما كنت الانترسات واتية. تلاحظتوا كتير ناس عم تعمل ريفايننس. تكلفة الريفايننس عادة حسب. يعني حسب البنك شي هو وحسب المورجج كمبني. بس أنا الأشخاص اللي بيشتغلوا معي مثلا. وأنا عملت لهم القرد. عادة ما حاشا الريجون الكلوزن كاس بالنسبة للريفايننس. السبب أنه أنا بدي سيعدهم مثلا. لأنه التايتل كمبني نفس التايتل كمبني هتكون. إذا بتستعملوا نفس التايتل كمبني في عنكن التايتل إنشورنس بتوفروه. لأنه ما صار شي جديد. يعني إنتوا بدل ما تدفعوا التايتل إنشورنس مرتين بالريفايننس عم تدفعوا حقها مرة واحدة. وأكيد التايتل كمبني إذا إنتوا عملتوا الريفايننس مع بدل ما يشرجوكم 500 دولار مثلا. كلوزين فيه بيشرجوكم 100 أو 200 دولار. هول نحن بنقدر نتحملهم ونساعدكم فيها حسب إذا الريت حسب الريت شو هي وعلى أساسها. بس عادة عم نعملها نحن كفري لكل زبون بيعمل ريب برشيس معنا لنقدر نساعدهم إن شاء الله بالمستعمل. تمام. بس هي عادة بتكلف بين 2500 إلى 3000 دولار حسب المورجيج كمبني والبانك اللي عم بتتعامل. تمام. ما عم تسأل هل حاليا السوق العقالي للباقي عم للمشتري؟ صراحة مش لللي عم بيبيع بيته. للي عم بيبيع بيته للبيئة يعني. للصوت. طيب يوسف عم يسأل هو مشتري بيت كاش. إذا بدك تشتري بيت تاني فيه مساعدات؟ إذا بدك تشتري بيت تاني لأ ما انت إذا البيت كاش اللي مشتري مشتري تشتري و Punkte جرح اوَ ب." إذا كتشتري بيت التاني تقضي فيه مساعدات. إذا كتقعد فيه للبيت. بس إذا كتشتري كاش مش معناتها فيه مساعدات للكاش هي المساعدات اللي بدي ياخد كارد هني عم يعطوا المساعدات للي عم ياخد كارد طيب أحمد عم يسأل هل في طريقة لي شرق بيت بدون فوائد؟ بدون فوائد فيه عندنا الحلال مورجج موجود يعني الإسلاميك مورجج اللي هو الحلال مورجج أنا بقول له هيدا أشخاص أكيد برجع بقوله كل شخص هو عنده يعني الشغلات الخاصة فيه إذا حابب يشتري بده يشتري مع مورجج مورجج أو بدون مورجج موجودة عنا أكيد طبعا علي عم يسأل لو سمحت لو في عندي ديون أقدر أشتري بيت ولا لازم أدفع كل الدين اللي علي وريكادة كارد لا مهمة إذا السؤال يعني إذا الإنكم اللي إلك بكف ديونك ودفعت وشراء البيت لا فكت تشتري بيت لو عليك ديون مش ضروري تدفع لك رايت كارد لحد تشتري بيت آسم عم بيقول آسم بزي عم بيقول أنا عندي بيت بنيو جيرزي وحابب يشتري بيت تاني في ميشيغن هل اللي بيعتبرو هيدا استثمار؟ لا فكت تشتري مثل vacation home أو second home يعني مش ضروري يكون استثمار فيه كل second home هلا إذا كتنقل من نيو جيرزي لتنقل لتعيش بميشيغن فكتأجر البيت بنيو جيرزي وتشتري بميشيغن بس بدك تفرجي إنه بدك تشتغل بميشيغن يعني ما فكتقلهم إنه أنا شغلي بنيو جيرزي وجاي بديشتري بيت عيش primary resident إنه عيش فيه للبيت ما حيصدقوك بهالمعنى يعني لازم تكون شغلي make sense لحتى يصدق يعني لازم يكون common sense نحنا منقوله علي عم يسأل عندي section 8 بقدر اشتري بيت section 8 هيدا سؤال كتير مهم وعم يجين كتير اتصالات عشانه low income أو section 8 section 8 مش معناته هو بتقدر تشتري بيت هيدا البروغم المساعدات اللي بيعطوه للstate عادة وبعض الولايات ومننا ميشيغن وبعض الولايات إذا انت عال section 8 فيه عنده مساعدات بيقدر هيدا البروغرامات كانت تمشي لما كانت البيوت واتي لما كانت البيوت بمئة ألف وبستين ألف والإنكم اللي إليك يكفي تقدر تشتري بيت بس الأسعار اللي عم نشوفها هلأ اللي هي عالية كتير section 8 income low income صار صعب بيقدر يشتري بيت إلا إذا ودي يحط عشرين بالمية down no income يعني بدون income اللي هو موجود أو بدي يجيب co-signer أو يعني بس الانكم الوحيد للشخص اللي هو SSI أو اللو إنكم ما عم بيساعد متل قبل كان يمشي الحال قبل بين 2008 للألفين يمكن و15-16-17 مشي لبعض الأوقات بعدين لما صارت تطلع لبيوت هلأ بهيه بها الأسعار صارت قليلة كتير إلا إذا كان الانكم شوي أعلى من غيره بس الانكم لأنه دفعتكن لازم تكون 45% من المدخول اللي إلكن وأنا أكيد مع تاكسز وإنشورنس قليل ما تلاقوا دفعة أقل من هاكو أو 45% تمام أنا بحاول مقتشاك بس لأنه صلنا معاش في وقت ناينو عم ساري عم بشرحك ترتة فاصيل أنا بهالموضوع لا شكرا أنا بالعكس يعني هني مبسوطين بشرحك وأنا عم مش حاول بالمرأ مقتشاك اليوم أستاذ وجدي عم بيقلهم المكتب طبع أوهايو رح يفتح بميك بمي أكيد بتشكرك وجدي يعني أنا ما علانت عنه لأنه بعرفك عم تشتغل فيه يعطيك العافية شفتو كيف تد بعضات بس بأول مية إن شاء الله الإستاذ وجدي بكليفلند بداون تاون كليفلند بعطل الأدراس كمان بقدر أعطيكم المعلومات الإستاذ وجدي إن شاء الله حيساعدكم كمان بالعربي وبالإسبانيول كمان اسم الله عليه يستي اللغة تاد وفي الإنجليزي أكيد لللعبس أعنا رقم التليفون رقم التليفون المثبت في أسفل الشاشة اللي هو 248-841-400 فيكنوا إذا ما تدعوا عليكم تركوا باسمكم رأى أنترفوكم إن شاء الله هنرجعوا وتواصل معكم الهجاء عن تسأل أنه هي مع تقدر تشتريبات كثير سؤال مهم أي شخص عنده تشتريبات وعنده سوشال سيكريتو بيقدر يشتريبات بيقدر يشتريبات في بعض البنوكي وتسعين بالمئة من البنوكي ما بيعطوك رودة بيقولولكم ما بيمشي الحال لازم يكون عندك كارد ولازم يكون عندك سيزنشب منه مضبوط إذا أنت حتى عندك تشتريبات بتقطر تشتريبات شما تكون شغلتكم يعني ما تخلص إذا البنك رفضكم معناتها رفضتوا سألوا وإذا ما عنا جواب بنقدر نجيب لكم الجواب إن شاء الله النوها عم تسأل لو سمحت فيها تشتريبات وعندها شغل فقط لسنة واحدة فيها تشتريبات لو عندك سنة واحدة إنكم إذا كمال بوترس عم يسأل إذا هوم إكوتي بترشوية كريدت لائن كريدت لائن وماذا يستطيع التعليم منك سأجف منك نحن أحضر بنفسك بسيح أحضر بنفسك حسب إذا عم تسحب كاشاو إذا عم تسحب كاشاو شيء وإذا عم تعمل لائن أوه برادة شيء تاني اللائن أوه برادة عادة أنا بيطلع وبينزل حسب الإنترس ريطة من لعشر سنين اللهم إكوتي لما عم تسحب كاشاو معناتها عم تعملوا ع root 30 سنة كل ريت بيفرق بس الريت متل ما قلتلك في عندي أربعة ونسبة المية أنت بتنقل الريت اللي هي بتناسبك وعلى أساسها بس أنا دايماً ما بنصح تدفعوا بوينتس بس أكيد أنتوا اللي بتفضلوا بعملكون إياه إن شاء الله سمم أيمي عم تسألك علي أنه فيها تتعاون معك تشتغل مع عملاء بفرجينيا هي ريال ستيت أيجين بفرجينيا أكيد إذا عندك هي بفرجينيا أيمي أكيد يعني هذا الهدف نحنا أي شخص ريال ستيت أو حابب يشتغل معنا نحنا من المناطق اللي حابين وخاصة معنا أنا بعرف فرجينيا كبيرة بس في ناس عنا بيطلبوا ريال ستيت أيجينت لحتى نعطيهم وفي ناس حاببين يعدوا مع شخص ويأخذوا المعلومات يعني وجل وجل ونحنا من خلالنا بنقدر نساعدكم يعني تحت اسم طاق مورجج عم نحاول لقي الأشخاص اللي يشتغل مع الكل ما يصار تسئل السؤال كتير لش ما في شركات بناء بيوت جديدة في نيو كنسركش بس التكلفة اللي هي عم بتكون موجودة غالية إذا انتو ناويين اتعمروا بيت في نيو كنسركشل لون لحتى تقدر تشتروا بيت يعني انتو إذا لقيتوا أرض وحابين اتعمروا في عنا بروغرام اللي هو نيو كنسركشل حالوها الاسم اللي سميكي أدوار ملك العقارات في أمريكا حبيتها هادي خلص لازم تستعملوا تصير ملك الخضرود العقارية ملك الخضرود العقارية نوبر ون مريم عم تسألك هاو باوت اندبندت كونتر اندبندت كونتر كمان نفس الشي انو يشتغلوا معنا اكيد شو ما يكون لا اندبندت كونتر مبعرف شو السكر انو هزا الاندبندت كونتر لا يشتري بيوت فيهم يعني بدك سيني واحدة تاكسيز انتو بتقدر تشتري بيت ديما عم تسألك هل بتنصحنا نعمال وانتو باي داون بالوقت الحالي لا لا طيب انا مكنت معو انا عرفت ابنوك كتيري حكيت بالموضوع وحاولت وتعمل سيز لهالموضوع انا ما بنصحكم خاصة انو هي شورت ترم بس انا برأيي شوفوا انتو الريت شو بتستفيدوا يعني انتو دايما عملوا الحسابات يمكن لما بتعملوا الحسابات يكون اتسا قد لون يمكن يفيد حدا مش انتو بس شوفوا الاركام شوفوا الفرق شوفوا شو بتفرق وعلى اساسه شوف شو بيصير تمام محمد عم يسأل نامز اف اسلامي هوم فاينانز كومبانيز او مورجج علي انت تعمل هو تاب مورجج عنا علاقات مع الاجراء وعنا علاقات مع ديفان بانك يعني هول بنوك الاسلامية اللي موجودين نحنا بنقدر نساعد ونساعدكن من خلالهم هلا بس اسلامي بانك هول الشركتين اللي نحنا متعامل معون او عنا نحنا مثلا ار اون يعني حتى لنقدر نعمل اسلامي لون موجود عنا مش ضروري يكون من خلال هالشرك ونحنا منقلكم كيف الطريقة يا منكون على طريق line contract يا عم بيكون على طريق ليس يا بيكون على مشاركي يعني انت بتشترك نحنا منشترك لك البيت وانت بتاخد مننا الطريقة اللي منيخد فيها بدون لانه انا بعرف لانه انا بعرف لانه انا فادي اكيد يعالي بيعطي لونز بفلوريدا وانتما زكرنا ببداية الحلقة انه رح يكون في مكتب او صار في مكتب بفلوريدا بتمبل تيرس بتامبا باي اريا كمان فيكون هوني كيفا اكيد علي انا بدي لازم اخد بريك مع انه خلص وقت الحلقة خلينا اخد بريك ونرجع منوضعهم شو رأيك بريك الاخير بحلقتنا اليوم بشكل سريع وبعد البريك بنوصل لنهاية الحلقة نحنا ولا تساز علينا هنا لا تفكروا ولا تحتاروا خلي اليز اول خيار مطعم اليز سيفود هاوس بدير بورنا على تقاطع يقدم مأكولات بحرية مميزة مشوية ومقلية من اسماك الزبادية والريد سنايبر والبرانزيني والسالمن او يتميز بتقديم اسياخ السمك والشرمب المشوي وتواجن الفيلة والشرمب بتفيلات اليز الخاصة وما ننسى جديد اليز من كبة السمك المشوية والمقلية او بعد السمك اكيد التحلاية بالكنافة والقهوة على الرمل مطعم اليز سيفود هاوس بادارة علي المطر 14507 وستورن افنو ديربورن 313-977-7787 اهلين جارتي تفضلي واو شو هالأثاث الحلو اكيد ما خدت من كيف عرفتي زين انا اعرف انتي ما عندش فلوس ودا تنتظرين التاكس ريفوند صحيح بس الدير يلي عندن بيجنين 90 days same as cash يعني فيك تشتري من هلأ وتسكري بعد 90 يوم بيكون رجعلك التاكس ريفوند وبيقبلوا الباد كردت والنو كردت وين تصير محلاتهم؟ زيربون ديربون هايتس اوكبارك راتفورد ماليسن هايتس وتيلور 248-398-9922 248-398-9922 نرجع لكم وتابعينا بالقسم الاخير يعني بالقسم الاخير بس فلنا نودعكم بنا نقلكم باي لانو عاش بواحد للعلق لكل سوقت بس بوعدكم ان شاء الله بنعمل حلقة تانية مع الاستاذ علي وبركي كمان منطلع لايف على تيك تاك لانو كتير عميز علومانا لانو كتير عميز علومانا اول شي برجع بقلكم بتشكركم واكيد يعطيكم العافي وينعاد عليكم متل ما قلت لكم يمكن الوقت كان قصير عم منحاول وعلى صفحتنا من خلال استاذ حسين نعطيكم المعلومات قد ما فينا وان شاء الله انا بريدعى الكاملس اللي قال لكم الهدف انو نوصلكم المعلومات لاكبر عدد ممكن عم نتعلم نحنا وياكم مش معناتها نحنا بنعرف كل شي بس دايما عم نبحث وعم نشوف لانو الموركيج كل يوم فيه تغيرات ونحنا عم نحاول نعطيكم التغيرات الجديدة يعني فيه شغلات حتصير بشهر ماي خمسة ما حكينا فيها تفاصيل اكتر اوه هدنس بس من الشغلات المهمة لازم تعرفوها عشان هيك دايما تابعونا مع الاستاذ حسين تابعونا على تاب موركيج عنا صفحة على تاب موركيج عم يملق من تحت هو دايما بس تحطوه على تاب موركيج عم نزل فيديوهات عم بعطي معلومات ومن خلال استاذ حسين ان شاء الله بيحاول اطلع حلقتان بش حلقة واحدة ان شاء الله خلينا يشوف ان شاء الله كيف من قدر نساعد اكبر عدد موكي بل كي منحاول نعمل الحلقة قبل ما يبلشوا التغيرات يعني انه فيه تغيرات كتير مهمة رح تستطيع ابتداء من ماي 1 من 1 مايو فان شاء الله نحنا والاستاذ علي منحاول نحكي عن هذا الموضوع على الاستاذ علي انا بتشكرك لو استاذ حسين طلعت انتي بالمعلومات انا بعطيك من المعلومات اللي هي مهمة كتير لا لا منوبتوتنا Samuel لكن هاكي عنها انا بحب معطي خمز للخباس لو اكل نص صوت انا اكيد بالعكس يعني انا بتشكرك حتى من البرنامج اللي حكيتها مبارح انا كتير استفادت بن العمومات اللي عم تعطيها بتشكرك وحتى يعني كل المعلومات الله يعطيك العافية انا باعرف هاذي الشغلات بتاخد وقت والله يعطيك العافية شكراً لك أستاذ علي، أكيد حلقة في غاية الأهمية هذه الحلقة الحضلية موجودة على فيسبوك، على يوتيوب، وأيضاً تطلع على تيك تاك لما حضرها في رجع يحضرها للحلقة كما ذكر الأستاذ علي الأسئلة المقدرنا نجاوب عليها رح يحاول هو يطلع وجاوب عليها من خلال حساب طاب مورجج كومباني اللي بحب يتواصل مع الأستاذ علي لإستشارة مجانية رقم التلفون هو 248-841-400 أنا بعتذر من كل واحد ما قدرت أنه أسأل سؤاله من نمتابعنا لهذه القناة المتابعة مجانية، ما بعرف شو نطرين، تابعونا، بعرف كثير عم بيحضروا، بس كمان بنفس الوقت في كثير من نمتابعين لايك وفولو على فيسبوك، وتويتر وتيك تاك، وإنستجرام، وسبسكرايب على يوتيوب قناة شو الأخبار شو الأخبار، شو الأخبار، واتس أب ميديا نتورك، أي اسم فيكن تستعملوه، فيكن تستعملوه اسم حسين هيشم وتعملونا متابعة هذه كانت حلقتنا اليوم من برنامج اسأل الخبراء مع الحسين هيشم وضيفنا الأستاذ علي دهينة إلى أن أقاكم بحلقات مقبلة من هذا البرنامج وبرامج أخرى شكرا لكم متابعينا، شكرا للمشاهدة في هذه الحلقة كل من فرنتشوري، توب موركيش كامباني، أليس سي فود هاوس، ولكجري هام فرنتشوري كما يكون حسين هيشم من قلات الأخبار، إلى اللقاء وفي رعاية الله اشتركوا في القناة